بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أعزاء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم نلتقي اليوم من خلال مدرسة أوريانت الافتراضية على الدرس السادس عشر من كتاب التربية الإسلامية كان العالم قبل الإسلام كله يتشوق إلى دعوة روحية تطهره مما غمره من أرجاس وأوثان وإلى رسالة سماوية تنقذه من الطوفان وخاصة بعد أن طالع المفكرون ما ورد في الكتب المقدسة من إشارات لظهور نبي كريم يحق لهم الحق ويبطل الباطل وينقذ الإنسانية من الظلام إلى النور وهو الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث درسنا اليوم من الوحدة الخامسة في قسم الآداب والأخلاق نتناول فيه في قسم عالم الخرافة مقاييس التفاضل بين الناس في الدنيا وموقف الإسلام منه كان من المنتظر أن تبزغ أنوار هذه الرسالة بين اليهود أو المسيحيين وأن تشرق أنوارها في أمة متحضرة نالت قصطا كبيرا من الثقافة والتهذيب تستطيع أن تؤدي به دورها في نشر هذه الرسالة العالمية الخالدة بين جميع الأمم والشعوب أما أن تتفجر هذه الطاقة الروحية القوية بين قوم أميين متنابذين متناحرين لم تجمعهم وحدة ولم تضمهم رابطة وليس لهم تاريخ حضاري مجيد وليس فيهم دين سابق يفيؤون إليه وأما أن تبزغ هذه الأشعة الربانية في فياف الطبيعة الصحراوية بواد غير ذي زرع فذلك أمر يفوق التصور ويدخل في نطاق المعجزات وفيه تتجلى قدرة الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأعجب مما سبق أن يحمل لواء هذه الرسالة العظمى شاب أمي ما تلاقب لها من كتاب ولا خطه بيمينه ويؤدي رسالته أبدع وأسمى أداء وأن يتولى أكبر مهمة عرفتها البشرية في جميع العصور وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بلغت المعجزة الربانية فوق ما يتصوره الخيال وهذا الشاب الأمي الأمين نشأ يتيما فقيرا فلم يذله اليطم ولم يضعفه الفقر ولم تؤثر فيه لا قليلا ولا كثيرا البيئة التي نشأ فيها وما هيمن عليها من شرك وما تفشى فيها من فساد وانحلال لماذا؟ لأن الله عز وجل أعده بيده وصنعه على عينه وهذبه فأحسن تهذيبه وأدبه فأحسن تأديبه ووصفه بأسمى وصف يتطلع إليه إنسان كريم فقال عز من قائل مخاطبا له وإنك لعلى خلق عظيم ولقد عجب العرب من إسناد هذه الرسالة السامية إليهم فقال قائلهم لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقال عز من قائل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولج الغرور بأشرافهم وكبرائهم فجاهروا بازدرائه ولهجوا بالزراية عليه والسخرية منه في عتو وجهل واستكبار قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وقال عز من قائل وهو يحدث عن قولهم وإذا رأاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وفاتهم أن لله حكمة لا تعد لها حكمة وأنها تظهر تارة للأبصار وتارة للبصائر وقد ترقى فتعجز عن إدراكها العقول الله أعلم حيث يجعل رسالته وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون والله يعلم وأنتم لا تعلمون أبناء الطلبة إذا ما كانت مقاييس التفاضل بين الناس قائمة على الأموال والأولاد وهما زينة الحياة الدنيا فإن الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل وقال عز من قائل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إذن ليس مقياس التفاضل هذا مقياسا صحيحا إنما المقياس عند الله عز وجل بالتفاضل هو بتقوى الله عز وجل وليس بهذا المقياس الدنيوي الباري الفاني بزوال الدنيا كذلك إذا ما كان التفاضل بين الناس قائما الآن بالعلم فالله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يبين الحق عز وجل من خلال هذه الآية القرآنية الكريمة أن العلم وحده ليس كافيا بأن يكون مقياسا للتفاضل بين الناس إذا لم يكن صاحبه على تقوى من الله عز وجل وعلى هداية لدين الإسلام كذلك إذا ما كان التفاضل قائما على الملكات البيانية من شعر ونثر فمن الناس من يتخذهما وسيلة للغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وإلى هذا يشير الحق عز وجل في قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذن كذلك الملكات البيانية من شعر ونثر وإتقان لعلم الكلام وإتقان للحديث ولإدارة الكلام فيما بين الناس هذا وحده ليس كافيا إنما إذا لم يستغله الإنسان بتقوى الله عز وجل فبالتالي فإنه سيستغله في خديعة الناس وغشهم وفي أكل أموال الناس بالباطل وكذلك عزاء الطلبة إذا ما كان الناس يتفاوتون في الدنيا بالمناصب والمقامات والدرجات الدنيوية فعند الله مغانم كثير وإلى هذا يقول الحق عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل الله سبحانه وتعالى حينما أعد نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه لرسالته أسبغ عليه من آلائه ما رفعه إلى أسمى وأسنى الدرجات ومنحه من نفحاته ما أغناه ووهبه من علمه ما زكاه وأعطاه من تأييده ما جعله أعز الرجال فقال له عز من قائل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وكذلك قال له رب العالمين ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ثم منحه أسمى المعجزات الخالدة وهي القرآن الكريم الذي يمتاز على جميع المعجزات السابقة المقصورة على وقت محدود ومكان محدود وشهود معدودين بأن هذا القرآن باق على الزمان مرتل في كل مكان معروض على جميع القلوب والعقول وهو شفاء ورحمة للمؤمنين وهدي ونور للمهتدين ومنار مشرق للعالمين يرتله القارئون وتردده الإذاعات العالمية حتى بين الشعوب التي لا تؤمن به وتدرسه أرقى الجامعات في أرقى المستويات فيهتدي بنوره المهتدون وينحرف عن هدايته المنحرفون الضالون هكذا أعزاء الطلبة نكون قد أتينا على درسنا بعنوان مقاييس التفاضل بين الناس في الدنيا ونظرة الإسلام إلى هذه المقاييس يلخص درسنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا فضل بين عربي وأعجمي ولا أبيض وأسود وأحمر إلا بالتقوى وقوله عز من قائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أسأل الله عز وجل لكم النجاح والتوفيق والحمد لله رب العالمين وصف النابي المصطفى بحر السماحة والصفى وصف النابي المصطفى بحر السماحة والصفى يرويه أصحاب كرام يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفى وصف النابي المصطفى بحر السماحة والصفى يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفى منهم علي ذو الوفى هو رابعة بين البشر من غير طول أو قصر هو رابعة بين البشر من غير طول أو قصر والشعر أسود لونه والوجه حكاه القمر والشعر أسود لونه والوجه حكاه القمر وصف النابي المصطفى بحر السماحة والصفى يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفى منهم علي ذو الوفى أم كلثم بين المنى أم طهم فأجبت لا أم كلثم بين المنى أم طهم فأجبت لا في الوجه تدوير نعم ضر وياقوت حلا في الوجه تدوير نعم ضر وياقوت حلا وصف النابي المصطفى بحر السماحة والصفى يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفى منهم علي ذو الوفى رمشوا العيون لهم حنى وسوادها ليل الهنى رمشوا العيون لهم حنى وسوادها ليل الهنى هو أدعج العينين قد نظرت بنور إلهنا هو أدعج العينين قد نظرت بنور إلهنا وصف النابي المصطفى بحر السماحة والصفى يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفى منهم علي ذو الوفى هو واسع الكف في الندي خلقا وجودا فاشهدي أصقى منه غيث الهطل روحي في ذاتك اليد أسقى من الغيث الهطول روحي في دا تلك اليادي وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفى يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاة للرسل طه الخاتم وعلى النبوة خاتم كتفاه قد حظي به والله جل الرسم كتفاه قد حظي به والله جل الرسم وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفى وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفى يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاة منهم علي ذو الوفاة ترجمة نانسي قنقر